بناء على طلبكو ملخص أحداث مسلسل الحب الباهر وحنتكلم النهاردة عن أحداث الحلقة الأولى وإن شاء الله لو لقيت فيه تفاعل أكمل الملخص المسلسل كامل تابعوا نهاية الفيديو الحلقة بتبدأ بتلاتة من الشباب وسامة، خالد، ويوسف التلاتة جايين على الطيارة ومسافرين على الكويت كانوا بيدرسوا برا وراجعين باش مهندسين قد الدنيا منلاقي بعد كده وبنبدأ نتعرف على العائلات اللي موجودة معنا الأول من نتعرف على صفية دي خطيبة خالد خالد فقير وعلى قد حاله مخطباله وهي تبقى بنت سعد وبرضه من عائلة فقيرة وعلى قد حالها أما دي مجدة دي غنية جدا وجوزها هو محمد الباهر واللي معها دي ابتسام ابتسام ابنها يوسف برضه جاي مع أسامة وخالد في الطيارة بيعملوا احتفالاتهم مبسوطين جدا إن أولادهم جايين وراجعين من السفر ومنبدأ نتعرف بقى على العائلة الفقيرة عائلة خالد خالد ليه أختين أصغر منه أمينة ويه آيات دول وبيتخنقوا على شغل البيت وبعد كده بنتعرف على أمه ساميرة غلبانة وطيبة وإحناينا جدا وبتشتغل خياطة بيرجعوا الأولاد يوسف بيسلم على أمه ابتسام وبيقعد يتكلم معها وأسامة بيقعد برضه مع أمه مجدا دي زي ما قلتلكم قبل كده صفية بتروح الشغل والدوان بتاعها مع خالد بيشوفها الصبح وبيبقوا لتنين لبسين الدبل وبيشاوروا كده البعض بالدبل وبيبقوا فرحانين جدا إن هما شافوا بعض ده سعد ده الفقير الطماع اللي دايما طمعان في محمد الباهر بياخد الشاي علشان يقدمه لمحمد الباهر رغم أن يديم الشغلته وكل ده علشان يطلب منه أي حاجة لكن المراضي بيقول له محمد الباهر إن ابنه جاي وإنه عايز يعمل دبايح يعني وكده قال له ماشي بس أنا عايز نصيبه من الدبايح تسمح لي أخد قال له خد اللي أنت عايزه تعالوا نتعرف على عالي الساعة دي مراته بدرية متطلعة وطمعة جدا مش بتشبع من الفلوس ودي بنته بتحال اللي كانت وقفة عشان تسرق النت بتاع الجيران وأمها جات لقيتها ببهتلة وعملت بالك كتير جدا من الفسفس واللب وبتقول لها أنت إمتى حتتصنعي عتتجويز زي وانت كده لا فلحتي في التعليم ولا كمان فلحتي أنك أنت تشتغلي في البيت وتبقي واحدة ستة كويسة قالت يعني إخواتي اللي فالحين صفية أخت يعني لدكتورة ولا عبدالعزيز اللي لسه في السنوية العامة وبيجي عبدالعزيز كالعادة وبيرخم عليها وبيأخذ منها اللب والأم طبعا مش عارفة تتكلم ولا تقول لهم أي حاجة ولما بتجي صفية بتقول لها ابتهال خاطبك خالد جيه من السفر صح قالت لها آه وطبعا بدري أول ما عرفت أن خالد خاطبها جيه من السفر بس طلعه وقارت لها إحنا لازم نخلص موضوع الملكة ده كلمي لازم كتب الكتاب لحد إمتى حنفضل مستنيين كده بقى أنه سنين كتير مستنيين إن هو يجي يخطبك قالت لها يا ماما لازم نستنى هم برضو ظروفهم على قدهم قالت مليش دعوة لازم الموضوع ده بقى ينتهي سميرة قعدة بتتكلم مع ابنها يا خالد اللي حس إن هي بقى التقيلة عليه يا وأولادها لاجت طبعا بيقولهم أنت أم ودول خواتي أنا بس مفتاشل جدا من شكلي قدام أهل خاطبتي عايز بقى نكتب الكتاب ونتجوز لكن للأسف أنا حتطر أخذ كارد علشان نخلص الموضوع ده قارت له أعمل اللي انت عايزه من له بعد كده بيوصل ساعد للبيت وطبعا بيفرح جدا بالمجايب اللي هو بجايبها وهو أصلا حاجات دي جايبها شحايتها يعني والحاجة دي كانت الكيس المانيان لحمة وبيقول لبنته حطيه في الفيليزر ولما سأله منين اللحمة دي جات قعد وقال له من اللحمة دي علشان خاطر محمد الباهر ابن أسامة رجع من برا ومعاه الشهادة وبقى أبو هندس وأنا ده بحتله اللي هو عايزه خدت كمان قال لي خد اللي انت عايزه بنبدأ بعد كده نشوف أم أسامة اللي هي مجدة بتتكلم معاه وبتقوله سيب ابنك شوية علشان ينام لكن محمد الباهر بيقول سيبيني أعود معاه شوية وكمان بيقول لابنه انت طالما بقى رجعت من السفر يبلازم تمسك الشركة لكن أسامة بيقوله مش هقدر أنا لسه معرفش حاجة ما عندش خبرة قال له ماله حلالك اعمل اللي انت عايزه ابتسام قعدة مع ابنها يوسف اللي رجع من السفر ومنساش أخوه مشاري تعالوا بنتعرف عليه أكتر وعلى عيلته دي ابتسام أمه وده مشاري أخوه بس من أمه بس أبوه الله يرحمه مات وأمه اتجوزت منصور منصور ده ما بيحبش يوسف أبدا وبيعمل معاه مشاكل وبيعمل معامله وحشا ومع ذلك جاب له هدية برضو ويوسف بيحب مشاري جدا أخوه صغير بتروح بعد كده ابتسام تتكلم مع منصور إن ليه بيعامل ابنها كده قال إن هو بيحب مشاري جدا إن هو ابنهم الاتنين لكن يوسف كل ما بيشوفه بيفتكر جوزها القديم قريت له طبقوا انت مالك جوزي خلاص مات عطاق عمره انت ليه حاطت ضوبك بدوبه ليه بتكرهه؟ قال أنا مش قادرة أتقبله صفية موجودة في قضيتها مبسوطة جدا وكل شوية كده بتبص على الدبلة بتاعتها بتدخل أختها ابتهال تغلس على شوية وبتقول لها إيه موضوعك يا تيو خالد ما شفتهوش يعني لما جئ قالت لها بكرة الدوام وحشوفه وهم بيتكلموا كده وابتهال بتغلس عليها مرة واحدة بيسمعوا صوت زعي وكان عادة بيقولوا إن الحكاية ابتدت والخناءة خلاص ابتدأ والخناءة دي كانت بين باباهم وامهم كان ساعة دي بيتخانق مع امراته بدرية اللي بتقول له أنت مأثر في مصاريف البيت وأنا بدأت أسحب من المعاشي التقاعد بتاعي وانت مش راجل وكلام من ده طبعا ساعتها زهق جدا فدلي زعق فيها ويقول لها أنا حروح أخذ سلفة بكرة من محمد الباهر وقديرك الفلوس وشوفك هتعملي بيها إيه أول ما أرفتني فيه فلوس فرحت جدا وقالت له لما شوف هتجيبي فلوس ولا لأ وهدت على الآخر أما بالنسبة للصفية فبتشوف خانت في الدوام وبتدول الفطر بتاعه بتقول إن هي عملت حسابه في الأكل اللي بيحبه وبتدخل بعد كده ماجدة علشان تصحي ابنها أسامة اللي كان نايم وتعبن جدا قالت له أنت بقيت عامل كده ليشوف شكلك أنت كنت وشك بنور قد كده قال لها أعذريني خمس سنين بعيد طبعا وبغدم نفسي وبعمل أكل وشرب يعني من راحة كده لما أهدأ وارجع لطبيعتي قالت له خلاص قوم بقى لشان عمل لك فتر كده يخلي وجهك ينور من لاي بعد كده ساعة بياخد من فوزي الأوراق اللي المفروض يقدمها هو بتاعت المناقصة وبيدخل برضو يقدمها لمحمد الباهر وبيستغرب وبيقوله ده مش شغلك قاله أنا دخل عشان أقول لك يعني إن احنا كسبنا المناقصة قاله أنت مالك يعني قاله لا أنا عايز بقى نصيبي وبالفعل مضالة محمد الباهر شيك بخمس تلاف دينار وقاله قادي يا سيدي الفلوس اللي انت عايزها أما بالنسبة ليوسف أول ما بيشوف منصور دش البيت بيسلم عليه لكن للأسف بيعمله وحش جدا وبيقول لمراته حضريلي الأكل وطبعا يوسف بيداء من معاملته لي وكان قاعد بيلعب مع أخم شاري بعد كده ساميرا بتروح تزور بدرية بدرية بتقول لها إن خلت خلاص رجع والمفروض إن هو يتجوز البنت بقى لها سنين كتير قاعدة وإن كده مش حينفع وكانت حدة جدا معاها في سلوبها وطبعا بتحال بتحاول تهدي الموقف لكن قالت لها عودي ساكتانتي ساميرا قالت لا احنا خلاص اللي انتوا عايزينه حنعمله أنا جاعة لشننتفق على معادي يعني للدزة والملكة وطبعا فرحوا جدا وبدرية فضلت اتشرط عليها وتقول لها إن انتوا حتجيبوا التجاجة وحددفعوا فلوسها وكمان الأكل عليكم وطبعا كل دي كانت مصاريف كتير جدا على ساميرا لكنها يعني وفقت وسكتت بدرية بتتكلم مع بنتها إن هي عملت اللي هي عايزة وطلبت حاجات قد كده ورغم كده كانت فرحانة بدرية طبعا بالطمع بتاعها ده وصفية ما كانتش برتاحة أبدا وتقول لها أنت تقلتي عليهم وخالت كويس وعادي لما استناه وانت تقلتي عليهم كتير وهم حالتهم المادية على قدهم قالت لا اسكوتي انتي من لاي بعد كده ساعد بيدخل البيت ومعا طبعا الفلوس وبيدي لمراته فلوس بتفرح بها جدا وكتفضل تعدها ولما بيعرف إن سميرة كانت موجودة وخالص حيتحدد معا الدزة والملكة بيقول لهم خدوا كل واحدة فيكم متين دينار وهذه الفساتين اللي انتوا عايزينها لكن إن أم طبعا طماعة وعايزة فلوس كمان تيجيب لها طقم بدل الفلوس اللي معاها دي عبدالعزيز كان عادة معا العربية بتاعته وللأسف بتاعته دايما لأنها قديمة وطبعا هم على قد حالهم بيقابلوا واحد كده معادي وبيشوفوا واقف مش عارف يتصرف بعربية بتاعته قالوا تعالى أوصلك والعربية كانت فخمة جدا فركب معا أما يوسف بيقول لأسامة إن هو مدهي جدا من معاملة منصور ليه بيقوله هو ماله بيا البيت بيت أبويا أنا والفلوس أبويا كان سايبها لي وبصرف منها هو ماله حطت دوب وبدوبي كأنه بيصرف علي مش طيني في البيت أنا زهقت أنا صراحي مش قاعد في البيت ده غير لمشاري أخويا ده الحسن الوحيدة اللي من منصور بقسامة بيقول له احمد ربنا أنا أم جابتني وما جابتش بعدي ولا قابلي يعني أنا الوحيد ما عنديش حد قال له عيب عليك إحنا صحابك وجنبك وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لأحداث الحلقة الأولى من مسلسل حب الباهر يا رب الملخص بتاعي يكون عجبكو ما تسنينش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد لو لقيت مشاهدات إن شاء الله أكمل المسلسل كامل أشوفكو على خير في حلقة جديدة باي باي شكرا للمشاهدات